السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربما لاختلاف أدوات المعرفة وصقفها ما بين زماننا والقرون المنصرمة فإني أرى أنه قد تكلم الفقهاء أكثر مما تكلم الوحي وتوغلوا بالرأي لعدم استحضار النص أو لخلط في المفاهيم والمصطلحات ولهذا السبب كان لزاما أن نبين بداية أن غرضنا ليس هو محاولة شرعانة أو تبرير شرب الخمر أو خندقت جهود البحث في مسائل دينية تافهة وهامشية لأننا نعلم أن قضية كالخمر قضية تافهة ولا تستحق عناء البحث بل إن هدفنا الأساسي هو لفت الانتباه إلى ضرورة العودة إلى القرآن الكريم كمصدر وحيد لكل القضايا الدينية المتعلقة بنا كمسلمين باعتبار الوحي الوحيد المنزل على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وليس هذا في حزب بل ولفت الأنظار أيضا إلى أمر مهم يتمثل في كون عدة حقائق دينية ستظل مغيبة أو مقلوبة أو مشوهة ما لم نعود إلى القرآن الكريم قراءة وتحليلا كما أن أكاذيب كثيرة ستحسب على الدين وهو منها براء إذا من عدمت تلك القيم خليكم معنا بداية الطريق في قضية الخمر بين التحليل والتحريم هي أن كل الأمرين يعدان سلطة إلهية غير مخولة لأي أحد إنسان كان أو جان رسولا كان أو مجرد بشر عادي ومتى اتفقنا على هذه الحقيقة فإننا نسلم بأن الله تعالى هو فقط من يملك سلطة التحريم ومتى كانت دائرة التحريم دائرة ضيقة داخل النص القرآني فإنه سبحانه وتعالى قد عمد إلى التنصيص عليها بألفاظ محددة مثل لفظ حرمة أو حرمة خصوصا فيما يتعلق بالمحرمات من الأطعمة فيقول عز وجل وما لكم ألا تأكلوا مما زكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وأمام هذا القطع الإلهي بتفصيل المحرمات من الأطعمة فإننا مجبرون على إغلاق باب حساب الاحتمالات ولعبة القياس داخل النص القرآني أما خارجه فذلك أمر لا يعنينا في شيء توننا نؤمن تمام الإيمان أن دين الله موجود فقط في كتابه الذي لا يأتي الباطل من أي جانب يستدل الكثيرون على تحريم الخمر بالآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاكتنبوه لعلكم تفلحون أولا نحن نعلم أن الاكتناب ليس هو التحريم إذ لا ترادف في النص القرآني الأمر الثاني والذي يهمنا هنا هو أن الضمير المتصل بفعل الاكتناب الهاء يعود على الرجس من عمل الشيطان وليس على الخمر ولا عمل الشيطان بالمجمل نقول ذلك ونحن نشدد على الدقة القرآنية في استخدام ألفاظ اللغة العربية وضمائرها ولنا أن نتساءل الآن متى يصير الخمر ركسا من عمل الشيطان أو كيف يصير كذلك إن القراءة التجزئية للقرآن الكريم تبقى قراءة اختزالية لا تستقيم مع مقاصده ذلك أننا نؤمن أن القرآن كل متكامل يشرح بعضه بعضه فلو كلف هؤلاء الذين يحرمون شرب الخمر أنفسهم عناء البحث في القرآن لو وجدوا الآية من نفس الصورة تجيب عن سؤالنا إذ يقول عز من قائل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدقكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وهكذا أم كاننا أن نفهم متى يجب علينا اكتناب الخمر ليس في ذاته وإنما حالما يصير ركسا من عمل الشيطان هذا مع الإصرار على أنه إلى الآن لم نجد ما يحرم شرب الخمر من القرآن الكريم لذلك وغير بعيد عن سياق الآيات من سورة المائدة يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم في إشارة إلى أن سلطة التحريم تعد وقفا على الله عز وجل لوحده ولا يجوز لأي كان أن يحرم من تلقاء نفسه ما لم يحرمه الله سبحانه وتأكيدا مننا على أن اكتناب الخمر يكون ساري المفعول فقط متى صار ركسا من عمل الشيطان كما عرفته المائدة وعده تسعين وفق ما رأينا سابقا فإن الله تعالى قد وضع شرطا آخر لتناول الخمر أو أي طعام آخر لم يحرمه سبحانه تحريما قطعيا وهو ما نجده في الآية تلاتة وتسعين من سورة المائدة حيث يقول سبحانه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طائموا إذا مطقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم مطقوا وآمنوا ثم مطقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ولكي نختم هذه الفقرة ندعو المتابع إلى عقد مقارنة بين المائدة تسعين يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاكتنبوه لعلكم تفلحون حيث الأمر الإلهي باكتناب رجس الشيطان في الخمر والآية تلاتين من سورة الحج حيث يقول الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يطلع عليكم فاكتنبوا الركس من الأوسان واكتنبوا قول الزور نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا في الحج تلاتين باكتناب الأوسان في حد ذاتها التماثيل والمنحوتات وفن النحت بشكل عام ومظاهر الطبيعة وظواهرها من أشجار وسخور وبراكين وزلازل ورعد وبرق بل أمرنا فقط باكتناب الركس منها ولذي يعني العقوف لها وعبادتها كما في قوله تعالى على لسان نبي إبراهيم في الآية 82 من سورة الأنبياء إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون والتماثيل كنموذج للأوسان لم يأمر الله سبحانه باكتنابها إلا بسبب الركس الذي فيها أو بالأحرى أمرنا باكتناب ذلك الركس منها فقط والمتمثل في العقوف لها كما بيّنه الله سبحانه وتعالى هنا على لسان إبراهيم والأمثلة القرآنية في هذا الباب كثيرة ومتنوعة لكن ما يهمنا نحن هو أن الاكتناب يكون للركس من الأوسان والخمر واكتنبوا الركس من الأوسان الحج 30 ولم يقل اكتنبوا هذه الأوسان بذاتها عينا فما هو الركس إذن؟ فالركس هو الاختلاط فإن اختلطت أصوات السيوف بالطبول بصيحات المتأهبين للقتال بصهيل الخيول قيل في وصفه جيش رجاس وكما أن ركس الخمر هو اختلاط الأمور مع السكر بحيث لا يعلم السكران ما يقول كذلك ركس الأوسان هو اختلاط الأمور بحيث نظن أن لمظار الطبيعة والنجوم والكواكب والبقر والنار قدرة على إرادة الخير والشر بينما هي مجرد أشياء وظواهر طبيعية أوسان لا تملك للإنسان رزقا إن الله لا يطلب مننا القضاء على فن النحت ولا تدمير الطبيعة بنجومها وكواكبها ولا قتل البقر ولا منع إشعال النار كل ما طلبه مننا هو أن نجري وراء زعم كاذب وإفك مفترة فتختلط علينا الأمور طلب مننا اكتناب الريكس لأن الأوسان بذاتها موجودة في كل مكان فهناك تمثال رمسيس وجمال عبد الناصر في القاهرة وتمثال الحرية في نيويورك وهذه كلها ليست أوسانا معبودة ويمر أمامها عشرات ألوف الناس يوميا دون أن تختلط عليهم الأمور بحيث يظنون أنها تضر وتنفع لا نزال إلى الآن مصرين على أن الخمر ليس محرما وإن بالتدريج باعتماد النسخ الذي لا يستقيم أصلا مع منطق القرآن الكريم حيث لا ناسخ ولا منسوخ وكيف يكون الخمر محرما فيما يقول الله تعالى في الآية 43 من سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابيري سبيل حتى تختسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا وكيف يستقيم أن يكون الخمر محرما ثم يخاطب الله الذين آمنوا باكتناب الصلاة وأم سكارة مع العلم أن السكر هنا ليس بالضرورة نتيجة للخمر وحده بل قد يكون نتيجة حالة نفسية معينة تحول دون أن يعي المسلمة يقول إن النساء 43 تستقيم في نظرنا مع المائدة 91 التي تقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون حيث يبين الله في الأخيرة ضرورة اجتناب الخمر حينما يصير من ركس الشيطان لما قد يسببه من تفويت أداء الصلاة في وقتها أي صد عن الصلاة فيكون بذلك السكر بالخمر هو الباب إلى اتباع الشيطان يحاول بعض الباحثين المعاصرين المدافعين عن التراث التوفيق أو التلفيق بالأحرى بين البقرة 219 حيث يقول الله سبحانه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإسمهما أكبر من نفعهم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وبين الأعراف 33 حيث يقول عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وذلك ليخرجوا بحكم تحريم الخمر قياسا على الجمع بين الآية الأخيرة 33 من سورة الأعراف والآية 32 من سورة الإسراء حيث يقول الله تعالى ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلة لكننا نرفض هذا التلفيق فبملاحظة دقيقة للآيات الثلاث نخلص إلى أن الزنا محرم بنص قطع فحيث يصفها القرآن بأنه فاحشة في الإسراء 32 تأتي الأعراف 33 لتبين بما لا يدع مجالا للشك أن الفواحش كلها محرمة غير أن الأمر مختلف جدا بالنسبة للخمر بين البقرة 129 والأعراف 33 حيث أن الله عز وجل قد حرم الإسم في الأعراف 33 لكنه سبحانه لم يقل بأن الخمر إثم في البقرة 219 كما يزب الكثيرون من رواد القراءات القرآنية المعاصرة وبين أن يقول القرآن أن الخمر إثم وأن يقول فيه إسم كبير أصل الآية فيهما إسم كبير الخمر والميسر فرق شاسع ينسجم مع الدقة القرآنية في توظيف اللغة العربية إننا لنزلنا تقصى آيات الله البيانات في القرآن الكريم دون أن نقف ولو على واحدة تحرم الخمر على عكس الزنا مثلا الذي يعد ظاهرة قديمة في المجتمعات البشرية والتي كانت منتشرة زمن البعثة المحمدية لكن القرآن تعامل معها بالحسم حيث جاء التحريم قاطعا فلماذا تعمد القرآن الحسم في موضوع الزنا بنص قطعي وتعمد الحديث عن الخمر بكل تلك التفاصيل دون أن يحسن فيه نطرح هذا السؤال ونحن نعلم أن الزنا أخطر على المجتمع من شرب الخمر شرب الخمر وليس السكر لأن سمة من يذكر بالتعصب الديني ويقتل الأبرياء باسم الدين فالسكر ليس قصرا على الخمر دائما والمريض يذكر عندما يعطيه الطبيب حقنة البنج المخدرة والمرهق في عمله يذكر وكثير الحزن والهم يذكر وهذه الآية تقطع شك باليقين وتغلق باب الاحتمالات العشوائية والتأويلات المجانبة لكلية النص القرآني حيث أمر الله تعالى رسوله الأمين بأن يقول لمن يفترض أنه بوعس إليهم أنه لا يجد فيما أوحي إليه من ربه سوى أربع محرمات من الأطعمة ليس من بينها الخمر إذ يقول الله سبحانه وقوله الحق قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس أو فسقا أهل لغير الله به فمن الضر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم إن هذه الآية هي الدليل الواضح الفاضح الذي يقول صراحة بأن الخمر ليس بمحرم شربه كما سبق وذكرت في بداية الفيديو لا نبحث عن تبرير لشرب الخمر ولا نريد التغاضي عن التحزينات القرآنية من الخمر كما في كل من المائدة 90 و 91 والنساء 43 والأعراف 33 والبقرة 219 بل على العكس نأخذها بعين الاعتبار التزاما منا بكتاب الله الحكيم غير أن هذا الالتزام نفسه يدفعنا أيضا إلى اعتبار القول بتحريم الخمر أمرا غاية في الخطورة لما فيه من افتراء الكذب على الله ذلك أننا نعلم أنه لم يقل بتحريمه مطلقا وقد حذر الله سبحانه وتعالى من مغبة الافتراء عليه في هذا الباب في الآية 116 من سورة النحل بعد أن حدد لنا المحرمات من الأطعمة في الآيتين 114 و 115 من نفس السورة حيث يقول سبحانه وقوله الحق فقلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدوه إنما حرم عليكم الميتة والدمة ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن الضر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم متاع قليل ولا معذاب أليم نترك الإخوة الذين يحرمون الخمر وصفا لما تقول ألسنتهم مع الآية 116 من سورة النحل طلبا للتمع والتدبر فيها فيقول الحق ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وفي الختام ليس هدفنا هو إيجاد تبرير لشرب الخمر فنحن نعلم أن للخمر مضاعفات على صحة الإنسان وأنها ركس تؤدي إلى اختلاط الأمور وسبيل لفعل المحرمات وأنك ترتكب أعمال قد توردك المهالك لذلك أكد علينا الله في التقوى ثلاث مرات في آية ليس علينا جناح فيما طعمنا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما التقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم التقوا آمنوا ثم التقوا أحسنوا والله يحب المحسنين ونحن نرمي إلى تقييد الحلال بدرجاته ونعوذ بالله أن نحرم أو نحل الافتراء عليه بل نتبع ما أنزل إلينا فالسيوم يمكن أن يشكل خطرا على صحة الإنسان أيضا رغم أنه عبادة وكذلك الصلاة وذلك إذا ما غابت العقلانية عن عمل الإنسان سواء كان معاقرا خمرا أو معتكفا في محراب فإن قلنا أيضا بأن شرب الخمر ليس محرما لا يعني أننا ندعو إلى العربدة وهدم المجتمع وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر